بس المباراة على الهوى الكل استفاد منه فده اللي عايز اقوله وافكر بيه الناس النهاردة اللي كانت معترضة على عودة استقناف الدوري وإحنا النهاردة بنفنش موسم صعيب لا طبعا صعب يعني خلينا نتكلم ما هو النادي الاهلي كده وخليونا نرجع بس للذكرة وارا شوية ان النادي الاهلي لما بيتكلم بيتكلم للمصلحة العامة النادي الاهلي عمره ما تكلم لمصلحته الشخصية وكان اكبر دليل استكمال هذا الموسم هذا الدوري بقيادة النادي الاهلي وكان معه بعض الاندية لكن الاغلبية العظماء كانوا بيقولوا لا بلاش دوري تخيلوا ما كانش فيه دوري طيب احنا السامة كلمت على كل الفرق المصرية بنتكلم على الاهلي والزمالك وبنتكلم على بيرامز بنتكلم على المقولين اللي حيرجع تاني للقرة الافريقية بنتكلم على منتخب مصر تخيل منتخب مصر دلوقتي بيتجمع دلوقتي وعنده مطشين من اهم ما يمكن مطشين دول يأهلونه ممكن يخرجونه تخيل ان اللعبة دا ما بتلعبش دوري وده خلت معاقصر الناهردأ الحالة البدنية هتكون عاملة ازاي الحالة النفسية هتكون عاملة ازاي فلو بنتكلم على النادي الاهلي انه كان مصمم معه طبعا قرار رائع للدولة باستئناف الدوري ده كان قرار رائع لو رجعنا وراء ونقول ان النادي الاهلي هو دايما سباقي النادي الاهلي دايما بيشتغل باحترافية النادي الأهلي دايما بيبص الأدام النادي الأهلي دايما عنده يعني لونج فيجن طويل نفتكر النادي الأهلي هو تقريبا أول نادي طبعا الكابتن حسن حمدي كان عمل اجتماع كبير جدا على مستوى الاتحاد الإنجليزي عشان رابطة الأنداء المحترفة الكلام ده بتكلم من سنين طويلة وما زال النادي الأهلي بيسعى لهذه الخطوة إنها خطوة احترافية كبيرة جدا جدا بنتكلم على النادي الأهلي المؤسسة اللي سندت الدولة بشكل أكتر من رائع في كل المواقف النادي الأهلي كان الصباق إنه هو لازم عودة الدور يا جماعة ولازم نشتغل فعايز أقول ده مش جديد عن النادي الأهلي ودود دايما بنتكلم آه أهلوية وبنحب النادي الأهلي لكن كمان فيه مصدقية فيه احترافية كمان ده زي ما قلت ده كانت استفادة للمنتخب منتخب مصر النهاردة عنده تجمع وكان فيه مؤتمر صحفي مهم جدا النهاردة للكابتن حسام البدري وكمان كان معاه الكابتن محمد براقات مدير المنتخب كان بيتكلمه أكيد عن المرحلة الجاية لسعداد لماتشين ماتشين في توجون ماتش الأولاني يوم 14 إن شاء الله الماتش الثاني يوم 17 ده المؤهل للبطولة الأفريقية نتمنى أكيد كل التوفيق لمنتخبنا القومي وكل الدعم وكل المؤذرة لمنتخبنا في الفترة اللي جاية احنا عارفين إنها فترة مهمة جدا جدا وانا يعني أنا على المستوى الشخصي كنت شغال في المنتخب في الفترة السابقة وعارف أدقي الضغوط على الأجهزة الفنية وعارف أدقي إن الجماهير كان نفسها في البطولة الأفريقية والأسف يعني خرجنا فيها بشكل غير إلائق وده كمان بيحمل كابتن حسام البادري مسؤولية كبيرة جدا جدا لكن يعني دايما بنقول إن إحنا سوبرت لكل المنتخب مصر سوبرت اللعيبة سوبرت لكابتن حسام وجهازه الفني عشان نمر إن شاء الله بالماتشين بتعتوجه ونكون طبعا طبيعي جدا إن شاء الله نكون إحنا موجودين في البطولة الأفريقية القادمة بإذن الله